موسيقى الكويت دولة النهضة والعطاء الإنساني وعاصمة التراث في الوطن العربي تحتفي في فبراير شهر أعيادها باليوم الوطن الثامن والخمسين للاستقلال عن المملكة المتحدة وبذكر التحرير الثامن والعشرين من احتلال العراق وقبلها احتفت بالذكرى الثالث عشر لتولي سمو الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في البلاد للكويت تاريخ عظيم يزيد عن أربعمائة عام وازدهرت بعدها على يد آل الصباح ويعتبر الشيخ مبارك الصباح المؤسس الحقيقي والفعلي لدولة الكويت والتي أحدثت بشكل رسمي كما هي عليه الآن سنة واحد وستون تسعمائة وألف تطورت دولة الكويت الشقيقة وعلى شأنها وصارت من أوائل دول العالم وللعلاقات المغربية الكويتية تاريخ مجيد يثمنه وقوف المغرب إلى جانب الكويت إبان الغزو العراقي وتأكيد الكويت دعمها للوحدة الترابية للمملكة مع تعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادي والسياسي وهو ما يؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين بإرادة قوية ورؤية مستقبلية واضحة ترجمة نانسي قنقر